النهاردة هنضف مع بعض الطاصة الجرانيت وهقول لكم على المكونات اللي انت هتحطيها في المية ومجرد انها هتغلي هتلاقي فورت معاك نسبة الدهون كلها اللي موجودة في الطاصة شايفين بلمسها مهما غسلتها برضو تحس ان هي مزيتة يعني انا غسل الطاصة وبردو حس ان هي مزيتة وكمان بتطلع كده زيوت في ايديه ومحروقة زي ما انت شايفين كده زيوت لونها غامق جدا يلا نشوف ايه المكونات اللي هتقد معنا على الزيوت دي مجرد ان احنا نحطها في المية كده هتطلع معنا اي زيوت موجودة في الطاصة حب اقول لكم في الاول كده مش بقول لكم حطوا اللايك دلوقتي لو شفت الفيديو اللي اخر وعجبكو ما تنسوش تغطوا اللايك وكمان لو اول مرة شوفوا القناة اشتركوا فيها وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل جديد مبدئيا كده هتجهز حلة كبيرة على قد حجم الطاصة لمعانا يعني يدوب كده المية تغطي الطاصة علشان تبدأ كل ح حاجة فيها الدوب واول ما المية هتغلي معي انا هنزل فيها بالطاصة لازم اسيب المية لما تغلي قوي خليكم فاكرين معي بقى شكل الطاصة كده قبل ما نحطها في المية وشايفين قد ايه كمية الزيوت فيها كتير جدا ومحروق خالص يعني مهما شلتيها لو كحتها حتى بالمعلقة كده عمرها ما هتطلع معاك ولما نحط الطاصة في المية كده نسيبها لحد ما تبدأ تغلي من جديد تبقى معانا بالشكل ده علشان لما نحط عليه الاضافات اللي هنحطها في المية هتبدأ ان هي تفور معانا ك كده وتبدأ تطلع معانا كمية الدهون اللي موجودة في الطاصة وكمان بتخلي الحروق اللي بيكون لازقة في الطاصة هتبدأ ان هي تبقى زي قشور كده يعني تحس كده ان هي تحولت لقشور مش لمسلا حاجة زي ام زيتة كده او تلمسات حس ان هي نعمة فلاحظوا معي في اول اضافة هضيفها دلوقت وهي الكربوناتو دي بنشتراها من عند العطار اللي مش عارفها شايفين اول ما نزلت بيها بدأ التفور كده مع المية لحظوا الفوران بدأ يطلع معايا الزيوت اللي بيكون موجودة في الط تبقى الملمس المزيت اللي بيكون في الطاصة كده لما تلمسها بيديك لكن الحروق لسه موجودة وهنشوفها دلوقت وهنشوف هنطلعها مع بعض ازاي وكمان احط نص كوباة كده من الخل ومعلقتين من ملح الطعام الملح اللي بنستخدمه في الاكل اللي عادة خالص ومعلقة كبيرة ملح لمون وطبعا كمية الكربوناتو اللي انا حطتها معلقتين كبار تقدر تزودة لو موجودة عندك افتر من كده وهسيب الطاصة كده تغلي حوالي ربع ساعة وبعدين ببدأ ان انا ارفعها واشوفها يعني لو لقيت الدهون اللي فيها اللي كانت بتلمع ومزيتها دي بدأت خلاص يعني عبارة عن كشور يبقى هي كده جاهزة ان انا انظفها ودلوقت بقى انا طلعت الطاصة وطبعا انا يعني كل فترة كده ببدأ ان انا ارفعها وابص عليها لو لقيت الكشور دي بتطلع معايا بسهولة يبقى كده جاهزة ان انا نظفها زي ما انت شايفين بعد ربع ساعة بقت معايا بالشكل ده انا بحب ان انظفها دايما وهي موجودة في الحلة بتاعت الموية بتغلع على النار كده بس انا بهد النار شوية يعني تخلي النار هادية علشان ما تبقى ستخنة على ايديك والبخار يطلع كده بأيديك وانت بتنظفها وبنشيل بقى الكشور دي بالمعلقة الخشب يعني عندك اي معلقة خشب تستخدميها المهم ما تستخدميش اي حاجة معدن علشان ما تجرحش معاك التاصة شايفين بيطلع بصولة خالص ازاي وبقت زي كشور كده يعني اللمعة بتاعت الزيوت اللي كانت موجودة في التاصة داي اختفت خالص وبقى معايا مجرد ان هي كشور كده واللون الابيض اللي على التاصة داي جماعة من الملح وهقول لكم على ملحوظة انا اخدت بالي منها ان التاصة لو هي ملمسها خشن كده او نوع الجرونت بتاعتها اللي هو اللي يكون خشن شوية او نوعها مش كويس فطبعا ما بتطلعش معاك بسهولة علشان نكون واضحين وبقاش فرش في الفيديو والناس تقول لي لا اده انا جربته وما طلعش كل حاجة واضحة قدامكم ومشاء الله يعني الزيوت طلعت معايا بسهولة جدا فالتاصة لو عندك ملمسها نعم يعني تلمسها بايدك تحس ان هي نعمة كده فهيطلع معاك بسهولة جدا شايفين ما شاء الله النظافة معايا ما شاء الله اتاصة رجعت كأنها جديدة وطبعا بقى بتجيب قماشها كده يعني تكون قطنة مكبيرة علشان تحمي ايديك من الحرارة او من السخنية بتاعت التاصة زي ما انت شايفين في اجزاء ما بتطلعش وطبعا بسيبها في المياه يعني الجزء اللي بيجعلبني زي الجزء اللي قدامكم اللي هو لونه تقريبا بني ده بيجون كمية الزيود فيه كتيرة فبسيبه كده بدوره واسيبه في المياه بصوا بقى على الجزء ده هيطلع معايا بسهولة جدا لحظوا كده معايا الطرف بتاع التاصة ده شايفين بيطلع بسهولة ازاي اهي يا جماعة ما شاء الله نضفت بسرعة جدا طبعا كل ما هتفضل معاك في المياه كل ما هتنضف اكتر هكمل بقى بقى الحروق اللي موجودة معايا اللي هي اللي على الجرانيت لكن الجزء الالمونية ده هعمله معاك في الوقتي خليكم تابعين معايا الفيديو واقولكم ازاي يطلع معاك بسهولة جدا طبعا لو حلت تعمليه بالمعلقة الخشب عمرهم هتطلع معاك حتى لو بمعلقة اللي هي الالمونية او اللي بناكل بيها مش هتدفع تطلعها خالص لان في الالمونية بيكون لازل اكتر وما بيطلعش بسهولة ودلوقتي بقى انا اخد الطاصة ونروح مع بعض على الرخمة علشان نبدأ ان احنا نخسل الجزء اللي ورده وهي سخنة كده انا بخدها سخنة على النار الاول يعني نتخذيها على عين البتجاز وتسخنيها علشان تكون سخنة معاك اكتر ويطلع معاك بسهولة وبالسلكة بتاعة الموعين او السلكة بتاع الالمونية هتدعكيها كده هيطلع معاك بسهولة بصوا بقى كده طلع برضه زيك شور كده نعمة ولو في عندك طاصة الالمونية او مثلا لازق عليها كده اللي هي الزيوت اللي بيكون بدأ اللي انه هيصفر كده وصعب ان انت تطلعها لو بتغسلها بالغسل العادي اللي هو بالسلكة والسطبونة وما بتطلعش انت سخنها الاول على النار كأن انت تحطها وهتعملي فيها حاجة تحطها كده على العيون البتجاز وده اخده هي سخنة ولعة زي ما هي كده وتمسكها بقمشة كويس قوي وكمان امسك السلكة بقمشة ودعاكيها وهتبقى معاك زي الفل وهيطلع معاك زيوت بسهولة جدا المهم ان انت سخنها كويس على النار قبل ما تدعاكيها وزي ما قلتلكو في اول الفيديو لو الفيديو عجبك والطريقة عجبكو ما تنسوش تعملوا اللايك وكمان لو اول مرة اشتركوا فيها وفعلوا الجرس وضغطوا على كلمة الكل علشان يوصل لكم اشعار بكل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته